السلام عليكم انا زنوبيا بغداد ارحب بكم قناتي زنوبيا شانال حبيت اليوم نسوي لكم ريفيو عن بالت ايشدو من استرا اسمه جولز تيمتيشن ايز بالت فتابقوا اياي الفيديو حتى تتعرفون عليها انا طلعت هذا البالت فيديو مشتريات راح اتوك الفيديو بالاكارت حتى تشوفونا سعر هذا البالت 16 الف دينار يعني يطلع بحدود 13 دولار بس انا اخدته من استاند استرا الموجود بمول زيونه بالطابق الارضي هذا البالت ينباع بالمحلات بسعر 18 الف دينار يعني شوية يرفعون السعر البالت هذا بي 12 لون مثل ما تشوفون هسا هاي الالوان خلي اراويكم الالوان حتى تكون واضحة الالوان بيها مطفية تقريبا اربعة او خمسة هنا هنه هذي الالوان ثلاثة اربعة اخمس الوان مطفية والباقي يكون بي لمعة فهذه الالوان البالت هذا بي 12 لون مثل ما قلت وبيه هذي الالوان الحلوة بيه هذا اللون عجبني وهذا اللون الازرق درجات الازرق وبيه هذي درجات الاخضر والزيتوني وهذه شوية اللي يكون فضي واسود وذهبي يعني كدرجات الالوان كلش حلوة البالت هذا مصنوع بايطاليا ويعني سعره مناسب فحبيت انه انا اجربها لانه انا احب هذه الالوان مثل ما قلت لكم للأسف هذا البالت بيه عيوب وبيه مميزات فبالبداية رح احكي عن مميزات هذا البالت وبعدين رح احكي عن العيوب اللي بيه اول مميزات هذا البالت انه هو سعر رخيص ومناسب يعني السعره 16000 دينار والالوان حلوة كدرجات الالوان هي حلوة والسعر مناسب 16000 دينار الدمج مالتا سهل والخامة مالتا تكون شوية باودرية يعني رح تاخذينه من العيشات ورح تحسين انه هذا يطلع باودر يعني هسه شون انه هذا مننا رح اخذ رح احس انه شوية باودر يصير الخامة مالتا مو كريمية يكون شوية باودر خشن تحسين كأنما يعني ملمس الايشادو كأنما شوية يكون باودر خشن شوية فهذا ملمس الايشادو هذه مميزات البالت اما عيوبة فبيعيب ما حبيت العيب اللي بيه اني وبسبب هذا العيب ما رح ارجع اشتري من هذا البالت مرة ثانية وما انصحكم انه انتو تاخذونا العيب اللي بيه انه الالوان تتغير الدرجات الالوان تتغير بالدمج يعني هسه اسوي لكم سواتش لأحد الالوان حتى تفهمون القصد اللي اقوله يعني مثلا عندي هذا اللون النيلي هذا لون ازرق هذا مثل ما تشوفونا اني هسراح ادمجي لكم اللون هنا حتى تشوفون شون انه اللون الدرجة تتغير فهذه هي الدرجة تلاحظون انه هذه درجة اللون قلبت على اخضر وهذا هي الدرجة اللي موجودة بالبالت اللي هي المفروض ازرق قلبة اللون على اخضر قلب اللون على اخضر اعتقد واضح جدا عندي باقي الالوان همين تقلب يعني مو بس هذا اللون مو بس لون واحد يغير اللون واقول ما يخالف وانما الالوان تقريبا كلها عند الدمج بالدمج تتغير الى درجات اخرى مثلا عندي هذا الازرق هذا الازرق اللي هو بيه شوية لمعة يعني ذرات لمعة هم من ادمجة الاحظ انه هو اللون يقلب على كحلي يعني لون ازرق على كحلي فاللون غامق يعني ونفس الشي بالنسبة لهذا اللون وباقي الالوان فدل الاسف الالوان تتغير يعني احنا اذا كنتي انتي ما اخذ البالت للدرجة معينة فالدرجة هذه البالت هذا ما راح يخدمش لانه الدرجة راح تتغير وطبعا هذا اسوأ شي بالآيشادو لانه احنا الآيشادو اذا كان باودر مثلا احنا نقدر نتعامل وياه اذا كان الآيشادو مثلا كريمي نقدر نتعامل ما يطلع نحاول انه احنا نطلع يعني عدة عيوب ببالت الآيشادو نحن نقدر نعالجها لكن أنه اللون يتغير بالدمج هذا صعب أنه هو يتعالج الطريقة الوحيدة اللي تطلع الدرجة يعني أنا عندي الطريقة الوحيدة اللي الدرجة بيها تطلع نفس اللون بالضبط هي هذه الطريقة أنه أنت تأخذين اللون هذا اللون اللي أنا سويت لكم هذا فتأخذين اللون وتبدين تطبطبين اللون بدون دمج هذا هي الدرجة إحنا راح نطبطب اللون بدون دمج هذه هي الطريقة الوحيدة اللي تطلع اللون نفس اللون اللي بالبالت حتى تلاحظون الفرق على إيدي يعني بيّن يعني هذا شوية لون النيلي وهذا بالدمج فأعتقد واضح جدا الفرق بين أنه تخلينا بالطبطبة أو أنه أنت يدمجينا وهاي الشغلة صارت عندي يعني جيت أجربة فخليت عين عين دمجت عليها الآيشادو صار لون والعين الثانية طبطبت اللون بهاي الطريقة صار لون بس طبعا بعديا يعني تلافيت الموضوع لكن بالمجمل أو بالخلاصة أنه هذه الألوان تتغير بالدمج فالحل الوحيد لها حتى أنه هي تطلع اللون نفس الدرجة هو أنه إحنا نطبط باللون من ندمج إذا دمجتي اللون يعني حتى لو أنه طرف اللون يعني حتى لو أنه أنت دمجتي طرف اللون إذا هذا اللون أخلي أدمج طرف اللون اللون يتغير فهذه يطريقة الوحيدة من مميزات هذا الباليت أنه الألوان مثل ما قلت حلوة وهذه هي الثباتية هميا يعني أنا أريد أكون منصفة بالنسبة للباليت أنه الألوان قوية بيجمنت اللون قوي وثابته يعني بيها ثباتية تبقى فترة طويلة بيها ثباتية وبيها يطلع اللون قوي يعني هو هذا اللون صح انه هو يتغير لكن اللون يطلع قوي بيجمنت او تركيز للون قوي فهذه من ميزات البالت الدرجات الالوان حلوة الثباتية التركيز اللون لكن للأسف العيب اللي بيه انه هو بالدمج اللون يتغير الدرجة تتغير تماما والشي الثاني انه بيه لون يعني مثلا هذا مثلا هذا تلاحظونك انه ما طباشير يعني اللون الابيض اكوباليستات ايشادو او ماركات الوان معينة ما تطلع اللون بشكل مضبوط وخصوصا اللون الابيض يعني لانه اقل شي يطلع مثل الطباشير اللون الابيض بالذات اذا ما كان مضبوط يطلع مثل الطباشير عندي هذا اللون هو ما يكون لون اسود يعني اسود وانما هو لون ينطي شوي على كحلي فكدرجات الالوان مثل ما حجيت انه الالوان هي درجة حلوة لكن للأسف الالوان تتغير وتقلب على غير لون هذا اللي خص بالت الايشادو من استرا ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من هذا الريفيو لانه ممكن انت تكونين دخلتي للسوق وشفتي الالوان وعجبت البالت وحبيت انه انت تجربينه لكن اذا تشوفين الريفيو تابعين القناة عندي وتشوفين هذا الريفيو راح تستفادين بانه انت تتلافين هذا البالت وتشوفين بالت اخر يكون احسن منه وطبعا اكو واي بالتات ايشادو تحتفظ باللون يعني يكون بيجمنت اللون بيها قوي الثبات قوي التركيز اللون يعني الدرجة تطلع نفسها وطلعت لكم عدة بالتات ايشادو هنانا بالقناة اذا تحبون دخلوا على القناة وشوفوا الريفيو عن الايشادو اختاروا من عنده اذا حبيت انه انتو يعني تختارون بالت حتى انه انت تعرفين المعلومات الكاملة قبل ما تروحين دفعيني فلوس بالبالت اتمنى انه هذا الريفيو اليوم عجبكم استمتعتوا بي واستفاديتوا منه اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات حتى توصلكم اشعارات القناة وتابعوني على المواقع التواصل الظهرة على الشاشة اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وتحياتي لكم وشكرا